القياس القياس هو مقارنة كمية معلومة بكمية مجهولة لمعرفة عدد مرات احتواء الأولى على الثانية وعملية القياس تنتج قيمة عددية ووحدة القياس حيث إن وحدة القياس هي مقياس أو معيار مستخدم لمعرفة الكمية الفيزيائية أدوات القياس أدوات القياس تنقسم لأدوات للقياس الدقيق وأدوات للقياس التقديري بحيث يتم استخدام أيهما حسب الحاجة فمثلاً لقياس الـ pH لأي مادة يمكن استخدام الـ pH متر للقياسات الدقيقة أو يتم استخدام ورقة عباد الشمس للقياسات البسيطة أو التقريبية ومن أدوات القياس الميزان الحساس أو الرقمي والمستخدم لقياس الكتل الدقيقة كذلك من أدوات القياس الكأس الزجاجي والمستخدم لقياس الحجوم ونقل السوائل كذلك يعد الدورق الزجاجي من أدوات القياس والمستخدم في عمليات المعايرة والنقل والتقطير وتحضير المحالي لعالية التركيز بدقة كالأحماض ومن أدوات القياس أيضاً المخبار المدرج والمستخدم في نقل الحجوم بدقة وقياس حجم المواد الصلبة غير منتظمة الشكل وكذلك من أدوات القياس السحاحة والمستخدمة في عمليات المعايرة وأخيراً جهاز الـ pH الرقمي والورقي وهو الجهاز المستخدم لقياس درجة حامضية المحلول ويعد أشهر المقادير تداولاً في القياس هو القياس الكتلي أي قياس كتلة المادة وهو يساوي حاصر ضرب الكثافة في الحجم بحيث يمكن حسابه من العلاقة كتلة المادة تساوي D ضرب V حيث إن D هي الكثافة ووحدتها الكيلو جرام لكل لتر أو الجرام لكل ملي لتر وV هو الحجم باللتر أو الملي لتر فهذا يعني أن وحدة القياس الكتلي هي الكيلو جرام أو الجرام أهمية القياس للقياس أهمية كبيرة في علم الكيمياء لأنه يستخدم في مجالات مختلفة فالتجار على سبيل المثال يلجأون لقياس الكميات المختلفة بهدف وضع منصق على منتجاتهم لدواع الجودة ولكي يعلم المستهلك مكونات المنتج فمثلا مكونات الزجاجة ماء معدني تكون أسماء الكميات المختلفة وتركيز كل منها فالصديوم يوجد بكمية معينة بوحدة الملي جرام لكل لتر وكذلك الكالسيوم والبوتاسيوم وهكذا كذلك القياس هام من أجل حماية المستهلك عن طريق مراقبة جودة المواد الغذائية كالحليب وغيره من خلال قياس الكميات المضافة عليه فمثلا جودة الحليب الطازج تقاس بمقياس درجة الحامضية والتي يجب أن تتراوح بين 6.5 و6.7